سعدنا شراككم في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا مع وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكسيف وتنعيمه هذه قائمة بأفضل الخلطات الطبيعية التي تعمل مكوناتها مجتمعة على تكسيف الشعر وتطويله وتنعيمه في غدون أسبوع لا أكثر اختار منها ما يناسبك فجميعها لها قدرة فائقة على تحقيق ما ترغبين أولا خلطة الطوم والزبادي لتكسيف الشعر وتطويله وتنعيمه يحتوي الطوم على السيلينيوم الذي يعمل على تحفيز الدورة الدموية كما أن السوم له قدرات فائقة على تعقيم الشعر وفروة الرأس لاحتواءه على مضادات الميكروبات والبكتيريا والفطريات التي تتسبب بزهور القشرة وتساقط الشعر إضافة إلى الزينك والكابريل أما الزبادي فهو يساعد على ترتيب الشعر والبصيلات فيقضي على الجفاف المسبب للتلف والتقصف لاحتواءه على الكالسيم والبيتاسيوم والماغنيسيوم وتفوفيتامين بقى 2 وفيتامين بقى 12 مكونات الخلطة معلقتان كبيرتان من الطوم المفروم كوب من الزبادي كامل التزم يمزج الطوم المفروم مع الزبادي جيدا حتى يتجانس الغليل ويوزع على الشعر من الجزور حتى الأطراف مع تدليج فروة الرأس البدع الدقائق بخلطة الطوم والزبادي ويترك المزيج على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو ويكتفي باعتماد هذه الخلطة مرة أسبوعيا وسترين النتيجة بإذن الله تعالى الخلطة الثانية العسل وبياض البيض لتكسيف الشعر وتطويله وتنعيمه هل تعلمين أن العسل قدرة على ضخ كمية عالية من الدم لبصيلات الشعر؟ وده بيساعد على إيقاف التساقط وبيحفز الشعر على النموم أما بياض البيض لمفعول السحر على الشعر بيعمل على تنعيمه بيزد من طوله بسرعة فالبيض غني بالبروتين اللي بيحتويه الشعر طبيعيا بنسبة 90% متحديدا بروتين الكرياتين وبالتالي بيمدل بيض الشعر باللي بينقصه وبيعمل عملية فرد للشعر طيب هنعمل الوصفة دي إزاي؟ هتغدي معلقتين كبيرتان من العسل على معلقتين كبيرتان من بياض البيض يخفق البيض جيدا ثم يضاف إليه العسل ويمزج المكونان جيدا ويوزع الخليط على الشعر مباشرة من الجزور حتى الأطراف مع التدليك المستمر لفروة الرأس يترك على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بعد ذلك بالماء الدافئ والشامبو تقرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا الوصفة الثالثة زيت الزيتون وزيت جوز الهند لتكسيف الشعر وتطويله تنعيمه زيت الزيتون وزيت جوز الهند من أفضل أنواع الزيوت التي تزيد من طول الشعر وتزيد من كسفته فكلاهما يحتويان على فيتامين E وهو من مضادات الأكسادة التي تحارب الجزور الحرة المسببة لطلف الشعر وتساقطه وتقصفه المكونات معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون ومعلقتان كبيرتان من زيت جوز الهند يمزج زيت الزيتون مع زيت جوز الهند ويوضع الخليط على نار هادئة ليسهد يترك حتى يصبح فاترا ويوزع وهو فاتر مباشرة على الرأس من الجزور وحتى الأطراف مع التدليك المستمر لفروة الرأس ثم يغطى الشعر أو من شفه دافئة حتى يتشرب الشعر المزيق تماما ويترك على هذا الحال لمدة 20 دقيقة على الآن يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو وتقرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع الخلطة الرابعة البصل والعسل لتكسيف الشعر وتتويله وتنعيمه البصل مصدر غني بالكبريت الذي يحفز الدورة الدموية فيضخ بصيلات الشعر بالأكسجين ما يساعد الشعر على النمو كما أن الكبريت موجود في كرياتين الشعر طبيعيا وضروري لتكوين الكولاجين الذي يمنح القوة للشعر كذلك يحتوي البصل على مضادات الأكسادة التي تحمي الشعر من الجزور الحرة المسببة للتساقط والتلف وجفاف الشعر المكونات حبة كبيرة من البصل بالإضافة إلى ثلاث معالق من العسل الطريقة يعصر البصل جيدا بالخلاط الكهرباء ثم تفرق فروة الرأس بعصير البصل جيدا ومن سما بالعسل يعني هنفرق الأول بعصير البصل وبعدها على طول نفرقه بالعسل يترك الشعر لمدة ثلاثين دقيقة ويغسل جيدا بالماء الفاتر والشامبو تكرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع والمدة شهر وسطرين النتائج الخلطة الخامسة خلطة لتطويل الشعر وتكسيفه وتنعيمه هذه الخلطة تحتوي على الزبادي والتوم وزيت الساتون جوز الهن وميزة هذه الخلطات أنها منعمة للشعر وتجعله طويل وكسيف كما أنها في متناول يد كل امرأة الفائدة التي تعود من هذه الخلطات هي أنها طبيعية وطريقتها سهلة وسنذكر هذه المواطن للخلطات إن شاء الله وما فائدتها لتكسيف الشعر وتطويله وتنعيمه وصفة لتغذية الشعر باستخدام المايونيز وحبة البركة إذا كنت ترغبين في تطويل شعرك بطريقة سريعة عليك استخدام هذه الوصفة لأن حبة البركة تكون بتنشيط الدورة الدموية وبالتالي يزداد طول الشعر كما أن المايونيز يعتبر من المواد المفيدة جدا للشعر فهو عبارة عن بيت والبيت بروتين والبروتين مفيد جدا للشعر فهو من أهم العناصر الغذائية في تنشيط الدورة الدموية كما أن المايونيز يحتوي على كم كبير من البروتينات التي تعمل على إعطاء نعومة للشعر بعيدة عن الهيشان ويساعد المايونيز أيضا في تقويت الشعر وتقويت بصيلاته ومنعه من التصال إيه الغرض من هذه الوصفة؟ الغرض أنك تحصلين على زيادة رهيبة في طول الشعر بسبب وجود المايونيز فيها الذي يحتوي على البروتين الذي ينشط خلايا الدورة الدموية وأيضا حبة البركة التي تساعد في تطويل الشعر وعلاج البصيلات وتمشيط الدورة الدموية المكونات 20 جرام من المايونيز و20 جرام من زيت حبة البركة طريقة عمل الخلطة في بولة صغيرة من الزجاج نقوم بوضع 20 جرام من المايونيز و20 جرام من زيت حبة البركة ثم نقوم بفرض الشعر وتوزيع الوصفة على الشعر الجاف من الجزور إلى الأطراف لابد عند وضع الخلطة أن نقوم بالتدليج بأطراف الأصابع حتى تندمج فروة الرأس جيدا مع هذه الخلطة لابد أن تبقى الخلطة على الرأس لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تحصلي على نتيجة قومي بغسل شعرك بالشامبو والماء الفاتر بعد ذلك قومي بتكفيفه بفوتة قطنية خاصة بالتكفيف الخفيف للشعر لابد من تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج وإليك بعض الزيوت المهمة جدا في تطويل الشعر وتكسيفه وتنعيمه أولا زيت شجرة الشاي يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للجراسيم والبكتيريا لتحافظي على نظافة فروة الرأس وهو يحفز دموه الشعر ويعد علاجا مناسبا جدا للقشرة ويمكنك أن تمزجي 3 قطرات من زيت شجرة الشاي مع معلقة من زيت اللوز الحلو ثم قومي بتدليج فروة رأسي واتركيه عليها لمدة 20 دقيقة ثم اشتفيه من الماء الفاتر وإليك أيضا نوعا من زيت آخر مهم جدا للشعر وهو زيت الليمون العطري هذا الزيت هو علاج فعال لقشرة فروة الرأس التي يمكن أن تتسبب في تساقط الشعر والحكة الشديدة وهذا الزيت يساعد على الحد من انتشار البكتيريا والجراسيم التي تفسد الشعر لذلك اخلطي عدة قطرات من زيت الليمون مع الشامبو الذي تستعمليه ثم دلكي شعرك بالشامبو لمدة دقيقتين واترك المزيد على شعرك لمدة دقائق ثم اشتفيه بالماء الفاتر النوع الثالث من الزيوت الهامة جدا للشعر زيت الزعتر يساعد على تحفيز نمو الشعر ينشط الدورة الدموية فيه يمنع التساقط وهو يساعد أيضا على الحد من المشاكل الجلدية لفروة الرأس لذلك امزجي قطرتين من زيت الزعتر مع معلقتين كبيرتين من زيت الزاتون وبدع قدرات من زيت الليفندر تبقي هذا المزيد على فروة رأسي واتركيه لمدة عشرين دقيقة ثم اشتفيه بالماء الفاتر زيت البابونج يساعد زيت البابونج على علاج مختلف مشاكل فروة الرأس ويخلصك من الحكة ويحفز نمو الشعر وجعله أكثر كسافة لذلك امزجي سلاس قطرات من البابونج مع معلقتين كبيرتين من زيت الججوبة ودلكي فروة رأسك بالمزيد واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة ثم اشتفيه بالماء الفاتر هياهي خلطة فعالة من أجل تكسيف الشعر الخفيف جدا كل هذه الزيوت مفيدة جدا لشعرك فإذا اخترت اللجوء إلى أفضل زيت لتطوير الشعر وتكسيفه سنعرفك على فوائد هذه الزيوت وقدرتها على تقديم العيناية هذه الزيوت تحفز نمو الشعر وتغذي بصيلاته ويجعل نموه بطريقة صحية ويجعل فروة رأسك خالية من الشوائب تساعد هذه الزيوت على تكسيف وتحفيز بصيلات الشعر التي تساعد على إظهار الشعر الموجود تحت الجلب وهي علاج أيضا لتساقط الشعر حيث تزيد هذه الزيوت من نمو الشعر وتعالج مشاكل التساقط كما تحافظ على قوة بزوره كذلك تساعد هذه الزيوت على ترتيب الشعر حيث أن الشعر الصحي يتصم بصفة الرطوبية ويمكنك الحفاظ على رطوبة الشعر عبر استخدام الزيوت الطبيعية لأن الشعر الجاف يكون أكثر عرضة للتلف والتقصف وإلى لقاء آخر إن شاء الله في خلطات أخرى ومفيدة لباقي أجزاء الجسم كله شكرا للمشاهدة